الان من بكاري جسامة والله الان منه بس مش عايزة حطه يعني يبقى عامل ضغط علينا وعلى اللي عايزين ننسى يعني عايزين ننسى لان برضو الراجل ده اه ليه ليه مواقف معنا مش حلوة بس في نفس الوقت هنفتكله كويس معنا ان احنا صعدنا كاس عالم بضرب الجزاء وان كانت صحيحة لكن مش عايزة حط الحاكم هو الاساس في المباراة خلينا نتكلم في الايجابيات بتاعتنا او سلبيات بتاعتنا نتكلم فيها لكن مش عايزين لان احنا كمان شعب عاطفي اوى كريم الناس بقى بتقعد النهاردة بتفرجع المباراة بتلاقي الناس بتنفعل زيادة على زوم فالنهاردة لو انت اتكلمنا وقلنا ان الحاكم هيبقى عامل رئيسي في نتيجة المباراة مش هتلاقي حد مستحمل اي قرار منه فاتمنى ان احنا ننسى الحاكم وخلينا في الملعب لان في الاول الاخر حتى لو الحاكم ده يعني عايز يجي علينا اكيد يعني ان شاء الله ربنا يعني كبير واحنا اجتهدنا المطش اللي فات والحاكم كان ضدنا وكسبنا كسبنا المغرب فرقة احسن من الكاميرون احسن من اي فرقة في البطولة فبالتالي انا مش عايز الحاكم يبقى يعني نتكلم عليه خالص وهو اكيد يعني عايز يوصل لان هو يلعب كاس عالم ده هو يعني لو ما فكرش يعني في كده يبقى هو مش حاكم زاكي طيب من النقط المهمة جدا فيه ارض الملعب حتى بتكلم على الايجابيات احنا كنا بدئين كاس الامر الافريقية بشكل يخد بصراحة مبارات المنتخب النجيري خطتنا بعد كده احنا مشينا بتسلسل تصاعدي جيد وارباق اول مباراتين بعد مبارات المنتخب النجير غينيا بالسياة والسودان تحسن الاداء ما وصلناش لللي احنا عايزينه قدامكو الديفوار سقفنا وقلنا الله قدام المغرب الله الله كل حاجة عظيمة ايه اللي حصل من اليوم الاول في كاس الامر الافريقية اللي وصلنا لحد مبارات المغرب نبقى داخلين مبارات الكاميرون واحنا اخيرا عندنا شوية طمأنينة بص كريم احنا اول لما جي مستر كروش هو عمل حالة من الجدل الجدل حتى احنا انا كرجل مدرب بكلم مع زمائل المدربين برضو في الدوري ما كانش مفهوم يعني وجهة نظره ايه اختياراته في الاخر المدرب شو حد عايز يفشل هو عايز ينجح ودي وجهة نظره هو الشخصية اللي هو رؤيته هو وده اللي احنا التحكور رجبناه في المكان ده يبقى ما ننتظرش منه غير نتائج ما نحسبهوش على ما قبل النتائج اه او هو بياخد مين او بيلعب مين احنا نقول بقى نفسينا مين يلعب وبتاعي يعني تقول لي وجهة نظرك اقولك انا وجهة نظري في تشكيل مثلا معين الخاص اللي انا اتمنى مش حضرتك كمان بس اي حد بيحط تشكيله واي حد عايز لعب يلعب ده بيحصل في العالم كله لكن المدرب لما ينجح ويمشي كويس حتى لو هو غلط في تشكيله وبقى هو صح اللي هو اسم التكيف هو راجل خاد مجموعة وتكيفه على الوضع بتاعه وطريقته وبدأ يكسب بدليل ان هو بيلعب بطريقة 4-3-3 وما غيرهاش وحتى لما جاب عبدالله السعيد ودخله في الفرقة حاوله ولعبه في التلاتة ما من الامور ما بشيت شوية لان عبدالله ما بيلعبش في الحتة دي لعب بتلاتة فلات وحط أيمن قرشب اه احنا بي لينا وجهات نظر في التشكيل لكن بدل المبرارة كسب هنقول الحمد لله ان هو كسب ووجهة نظرنا دي يعني نتمنى ان هي تبقى في المستقبل لتحسين جودة وشكل الفريق في الملعب اكتر لكن الراجل واضح ان هو مثبت تشكيله عنده قناعات بلعبة معينة عنده اسلوب عايز يعمله شايف ان هو بالطريقة دي بيكسب فهو لازم ندعمه ونبقى معاه وفي الاخر هو هيتحسب على النتائج مش هيتحسب على يعني زي من قول ايه تشكيله او اداه انا هو ده اهم حاجة في المدرب النتائج ديني نتائج انت مدرب كويس ما ديتنيش نتائج حتى لو الاداء كويس هتبقى الامور صحيح